بين الإكمال والإقالة مسافة لا تكاد ترى بالعين المجردة ولا يكاد معها عبد المهدي الموصوف من خصومه وشركائه بالضعيف أن يجد متسعاً لعرض الوعود أو انتقاد الآخرين كما فعل من سبقوه فالرجل بين كماشة تطبق عليه أكثر كل يوم وذلك تجل واضح لحقيقة العملية السياسية المأزومة في العراق ثمانية أشهر ويزيد على تسمية عادل عبد المهدي رئيساً للوزراء ومنذ ذلك الوقت تدور أزمة الحقائب الوزارية بين المتصارعين فيها وعليها في حلقة المفرغة إذ بلغ الصراع ذروته على الحقائب الأمنية ووزارتي العدل والتربية آخر المحاولات كانت جلسة البرلمان السبت التي أكدت أن الحبال بين الفرقاء ما تزال مجدودة فلم تشهد الجلسة تقديم المرشحين للوزارات الشاغرة بعد أن وعد عبد المهدي بتقديمهم قبل يومين سريعاً تتكشف تفاصيل الفشل الجديد فيقول النائب عن تحالف سائرون برهان المعموري إن الأسماء المرشحة لشغل الوزارات الشاغرة لم تصل أصلاً إلى البرلمان ما دفع الرئاسة لاستبعاد فقرة إكمال التشكيلة الوزارية من جدول الأعمال مؤكداً أن معظم الكتل السياسية متفقة على الأسماء المطروحة لوزارات العدل والتربية ودفاع إلا أن هناك تحفظات على مرشح حقيبة الداخلية ومن بين المرات الكثيرة التي وضع البرلمان إكمال التشكيلة الوزارية في جدول أعماله كانت جلسة سبت تبدو أكثر جدية لحسم الملف خصوصاً مع ضغط مرجعية النجف التي قيل إنها هي من طرح عبد المهدي مرشحة تسوية لرئاسة الحكومة بالإضافة للتظاهرات الشعبية الناقمة على الحكومة ووعودها السرابية وإذ يتساءل كثيرون عن مدى انعكاس الأزمة على الأرض وماذا ستفعل الوزارات إن سمي وزراؤها وهل ستختلف عن نهج الحكومات السابقة أم لا فإن الأزمة تبدو من زاوية أخرى استمراراً للعملية السياسية المعتلة باستنساخ الأزمات ولا ينسى الكثيرون كيف أديرت وزارات بالوكالة لعدة سنوات هذا إذا لم يكن العراق بأكمله يحكم بالوكالة عبر أدوات محلية ترجمة نانسي قنقر